أهالي الصف بعثين لساتك عابي يعانوا من فشل الكلوي رغم وجود مستشفى الصف بجنوب الجيزة اللي كلف إنشاءه مئة ميديون المبنى القديم فيه لا يرقى لعلاج الحيوانات وما كتبين كده حسب تعبير أهالي ومن كتر الإهمال صدرت ثلاث قرارات حتى الآن اللي إزلته مش عارفين يا أما المبنى الجديد فلم يتم افتاحه حتى الآن بالرغم إن أعمال إنشاءات فيه بدأت من ثمان سنوات إيه السبب وإيه الحل إحنا عندنا للأسف دي أكتر من المشكلة يعني أنا لما جيت لقيت أكتر من مستشفى مستشفى العياط برضو على بيارات وقفة على صرف صحي بقالها برضو أكتر من عشر سنين مستشفى الوراء كانت وقفة أكتر من خمستاشر سنة لم يتم افتتاحها وإحنا أنت عندك عجز يعني شديد جدا في السرائل وفي خدمات الطبية موجودة في الجيزة فبالتالي إحنا كنا حرسين إن إحنا نبدأ نحط خطة لإنهاء هذه المشاكل كلها واحدة وراء أخرى وفتحنا فعلا مستشفى الوراء قريبا وحصل تطوير شامل لمستشفى والنهاردة الحمد لله مستشفى فيها 16 سرير للمراطق الحارج اللي هي الاميرجنسي وفيها 16 كيوبيكل للأطفال حدنات ويعني 6 غرف عمليات في المستشفى الحمد لله اللي كانت وقفة بقالها كذا سنة قاعدة مستشفى العياط مشكلة صرف الصحي تعاملنا معاه وقلنا لا مش هنستنى لغاية ما الصرف الصحي يوصل وحنشوف نرجع لفكرة البيارات ونتعامل ونعمل كان فيه بيارة قديمة موجودة قلنا لا واتفقنا مع قوات المسلحة والحمد لله قوات المسلحة هتشغل فيها إنها هتعمل بيارة أكبر على أساسنا هتخدم المستشفى ونقدر نشتغل المستشفى مستشفى الحوامدية الحمد لله الصف هنعمل فيها إيه الصف أيضا جالي التعامل فيها برضو في نفس الحكاية فيه توقيتات لا الصف لسا ما عنديش التوقضات لها بس احنا تحت بس صدقا فيه مشكلة لأنه هو فيه أهالي يطار ياخده مؤسطة 20 كيلو عشان خاطر روح قارب مستشفى اللي عنده مش هغالة مشكلة كبيرة يعني المريض يكون مات وبعدين وسائل النقل كمان فيها مشاكل لسا سنتك أدرى مني بيارة